اكد المهندس والمبارك وزير شؤون البلدية والزراعة أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص والقطاع الأهلي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشجير وقال إن وزارة شؤون البلدية والزراعة قطعت شوطا مهما في هذا المجال عبر طرحها عدد من المبادرات التي تجسد شراكة المجتمعية في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة لاستراتيجية التشجير وأوضح الوزير المبارك أن الأهداف الموضوعة في سبيل مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين بحلول العام 2035 بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن التوسع في مشاريع التشجير تسير بصورة جيدة نحو تحقيق الأهداف وأشدد الوزير المبارك خلال استقباله مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مملكة البحرين الموئل على أهمية التعاون المستمر والمبادرات المشتركة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وما نتج عنه من نتائج مهمة في كثير من المشاريع والمبادرات المشتركة وأوضح الوزير أن البرامج التي تطرحها وزارة شؤون البلديات والزراعة تحت عنوان الشراكة المجتمعية حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية وهي برامج ما زالت مستمرة لتحفيز القطعين الخاص والأهلي للتفاعل عمليا ضمن استراتيجية التشجير مؤكدا أن مستوى تفاعل الشراكة المجتمعية يتنام بصورة كبيرة لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ لمضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين بحلول العام 2035 وأكد الوزير أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضعت برامجها التنموية وفق رؤية متكاملة لجعل المدن والمستوطنات البحرينية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة من جانبها شادت لونار دوني بالتزامات مملكة البحرين وبالنتائج التي حققتها خلال العام الماضي وتجاوزها النسب المقررة لها في عملية التشجير ترجمة نانسي قنقر